السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف الثالث حبايبي مادة العلوم وبعد أن تناولنا في الدروس السابقة وحدة الحيوانات سنكمل بإذن الله اليوم من وحدة الحيوانات الأسماك وقد تعرفنا سابقا على مجموعة الثديات ومجموعة الطيور ومجموعة الزواحف والآن سوف نتعرف على الأسماك إنها الأسماك تعيش في الماء لها ألوان وأشكال مختلفة وحجوم أيضا مختلفة أعيش في الماء ولي ألوان جميلة وأشكال متنوعة وحجوم مختلفة يربيني الناس في أحواض أحواض تزين منازلهم فمن أنا وبما أتصف إنها الأسماك أحسنتم إنها الأسماك ويربيها الناس في أحواض تزين منازلهم ولكن ما هي صفات الأسماك لنتعرف على صفات الأسماك ونرى هنا هذه أشكال للأسماك لنتعرف على صفات الأسماك أو سوف نستكشف أيضا خلال هذه الصورة عندما نتأمل هذه الصورة سوف نستكشف صفات الأسماك ماذا يغطي جسم السمكة؟ يغطي جسم السمكة القشور هل تشبه الثديات الأسماك؟ إذن لا تشبه الثديات لأن الثديات تتكاثر بالولادة أما الأسماك تتكاثر بالبيض هي تشبه لا تشبه الثديات إنما تشبه الطيور والزواحف لأن الثديات تتكاثر بالولادة أما الطيور والزواحف والأسماك تتكاثر بالبي مما يتكون جسم السمكة يتكون جسم السمكة يتكون من الرأس والذيل والزعانف الرأس والذيل والزعانف الذيل والزعانف وشكلها الإنسيابي هذا ما يساعدها على السباحة أما بالنسبة لطريقة تنفس السمكة تتنفس السمكة أن يكون لها خياشيم هذه الخياشيم يميزها أن لونها أحمر وهي تساعد الأسماك على التنفس الأكسجين الذائب في الماء إذن الأسماك تتشارك مع بعضها البعض من خصائص الأسماك الأسماك تتشارك في خصائصها أن لها تتنفس بواسطة الخياشيم الخياشيم لونها أحمر وهي تساعد الأسماك على التنفس الأكسجين الذائب في الماء ماذا يغطي جسم السمكة؟ أثنين تتكاثر بالبيض ثلاث لها زعانف وذيل لمساعدتها على السباحة إذن الزعانف والذيل تساعدها على السباحة تتنفس التنفس بواسطة الخياشيم التنفس بواسطة الخياشيم سؤال أتخيل أني سمكة وأتحدث لزملائي عن صفاتي وحياتي في البحر السمكة تعيش في الماء أنا سمكة أعيش في الماء وأتكاثر بالبيض ولدي خياشيم تساعدني على التنفس والزعانف والذيل تساعدني أيضا على السباحة لنفكر معا حيوان ضخم يعيش في الماء يشبه الأسماك ولكنه يلد ولا يبيض فما هو؟ إنه الحوت الحوت يشبه الأسماك في الشكل ولكنه يختلف عن الأسماك بطريقة التكاثر الحوت يتكاثر بالولادة ليس كباقي الأسماك تتكاثر بالبيض إنما الحوت يتكاثر بالولادة وعندنا هون لنتعلم معا نسخ بالدفتر ويريت أشوفه على التعليقات ومهم جدا حبايبي ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر